اهلا بكم من جديد نتابع للنشر عبر قناة الجديد ايام سوبرستار العرب الذي عرض في نسخته الاولى على تليفزيون المستقبل اثيرت يومها اكثر من قضية حول السخرية من بعض المشتركين والتي وصلت في بعض الاحيان الى حد الاساءة لأسر وعائلات معروفة يومها قيل ان هذه الفقرة هي من ضمن فكرة البرنامج الام الذي هو امريكا ايدل والذي تحول بنسخته العربية الى الاراب ايدل اليوم هذا البرنامج تلقفته شاشات اخرى وللسنة الثانية على التوالي ظلت هذه الفقرة السخرية من بعض الموهمين بانهم موهبين من ضمن اساسيات البرنامج ولكن عندما تصل هذه السخرية الى حد ان تحاول شابة الانتحار او اقله ينتشر خبر انها حاولت الانتحار او ان دمها قد اهدر وهي مهددة بالقتل للشكل التي ظهرت به في هذه القناة او في هذا البرنامج فهنا الامر يستحق اعادة النظر العراقية رغد او مجنونة هيفا والتي حاولت او قيل انها حاولت الانتحار ولكنه فعلا قد صدر بحقها فتاوة بهدر دمها وقتلها على الطريقة والشكل التي ظهرت بها في هذا البرنامج ماذا ستقول هي ووالدتها لبرنامج للنشر الليلة ولكن بعد هذا التقرير اذا هذه المشاهد صحيح انه بكرة حدا رح يقول انه هاي دي فورمات للبرنامج وهي دي من اساس البرنامج للأسف يعني ربما التركيز كان على ارب ايدل بس ولكن باكس فاكتر كمان في كتير ناس اخدوا حصتهم من لجنة التحكيم والسخرية وما الى هنالك السؤال دايما اللي بيطرح نفسه هل مجتمعاتنا العربية تشبه المجتمعات الغربية هل المرأة او الشاب بالمجتمع العربي يشبه الشاب والمرأة بالمجتمع الغربي يعني عندما تهان صبيه او يهان شاب امام مجتمع ديق جدا الكل يعرف الكل الاسر محافظة الناس بتعرف بعضا هل سيستطيع هالشباب وهالصبايا انهم يمشوا بالشارع بعد اليوم وكانت ضحيتهم بس او غلطتهم بس انهم يحبوا يشاركوا ببرنامج تليفزيوني لانه بيعتقدوا انه عندهم هوية او هواية او موهبة فهل يستحق كل هؤلاء لنعم البرنامج تليفزيوني ولنعمل هيك نضحك الناس شوي او نحنا نضحك شوي انه نتسبب بكل هذه الازى وكل هذه الاساءة لهؤلاء الاشخاص الفورما اوكي هايدي الفورما بتمشي بامريكا بتمشي باوروبا بتمشي بمجتمعات غربية الناس ما عندها مشكلة بايشي بينعمل ومنفتحها على كل المواضيع ولكن بمجتمعات دي او محافظة كمجتمعاتنا كان مفروض نعيد حساباتنا مليارات وملايين المرات قبل ما نسمح لهيك صبايا او لهيك شباب انهم يظهروا على الشاشة تنتمسخر عليهم او تنسي التعامل معهم فكان يعني تعديلات صغيرة على البرنامج في اشياء ناس مهضومة في ناس مهضومة بتمرو بس في اساءات ما كان لازم تمرو رغد احدى الضحايا ولكن رغد حاولوا انهم يعملوها ضحية ولكن انا اليوم بشوف رغد اصبحت نجمة بسببهم هني وحولوها الى نجمة من دون ما هني يعرفوا لانه اليوم بمجرد محطينا على تويتر وعلى فيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي انه رغد هي رح تكون ضيفة فولعت التعليقات على هيدا الموضوع وهيدا يعني انه كل العالم اليوم بيعرف رغد لو سمينا اي مشترك اخر من المشتركين اللي نجحوا اصواتهم رائعة انا كنت اكيد في كتير ناس كانوا عم بيتساءلوا مين هيدا ومين هو وي وما بنعرفه بعد ما سمعنا باسمه وبعد ما تعرفنا عليه رغد اهلا وسهلا فيك والاعلامية الزميلة الاستاذي كمان والدة رغد مها مرسومة خضرتك اعلامية عراقية معروفة وإلك صولات وجولات في الاعلام العراقي انا بحكي ضميري وما بعرف احكي الا ضميري وما تزعل مني رغد انا اليوم لما كنت جاي لقاب الرغد كنت اخد فكرة اني جاي قابل صبي عفوا على التعبير بين هلالين مصروعة يعني مش ولابد نتيجة الصورة اللي شفتها على التليفزيون لأفاجأ بصبي راقي موزوني يعني عارفة كتير شو بدها بس كان عندها حلم انه هي بتشبه هايفا وهبي عملت لك عملت لك غريب لتجي فيها على البرنامج ولكن لما انصدمت من الجمهور التيلون عادي هاي دي التعبير اللي عملت وانا بنصحك من هذا المنبر انه غيرك مش احسن منك من النجوم من الناس اللي عم بتغني اليوم مش احسن مني يمكن عندك صوت واحد بالمية غيرك ما عندهم حتى الواحد انا محلك هلأ بطلع من البرنامج وبروح بعمل غنية اسمها عادي وبستعمل اللقطة اللي استعملوا لي كيها هني للإساءة لإليك بستعملها بالفيديو كليب تبعي وبستعمل هاي كلمة عادي بغنيتي وكأنه يعني بس انا اللي يعني اقول كلمة عادي انا قلت عادي لان فشلت بالبرنامج عادي مو مهم يعني مو مهم انه انجح ولا افشل قلت عادي يعني عالم يعني ما عرف ليش زودوها انت كنت عارف انه ردة الفعل رح تكون بهذه الطريقة بعد ما تعرض الحلقة ما عرف بس كنت مفكرة انه رح يصير انتقادات كيف كانت ردة الفعل بالعراق خلينا نحكي بالعراق ببلدك انتو من بغداد مدام من بغداد ببغداد كيف كيف ردت البعاد خلينا نحكي مع الوالدي شوي لانه انتي ديبلوماسية اكتر الوالدي انتي قلت لي ستمها انه طلقيت وتهديدات بالقتل اتهموها لرغد بان ايمو وخبرين عن هذه المواضيع طبعا انا اتفاجأت بال يعني مع الاسف ياسفني يعني بداية اشكر منبر منبر النشر واشكركم على تصليط الضوء بهذا الموضوع بداية انه فوجئت بالمواقع الالكترونية على النت وعلى الفيسبوك بالتهديدات انه رغد الجابر هي مو رغد الجابر هي رغد ليث عبد الجبار من وين جابه ورغد الجابر ما اعرف ما اعرف المصادر المواقع الالكترونية هي اللي ده تروج هذا الموضوع ترويج انتحارها ترويج انه اني ناقرة انه عندي ابنية اسمها رغد ترويج انه هي يعني انسانة انتحرت ومصروعة ومعوقة ومعوقة واشياء كثيرة على المواقع انا ما الوم ولدي ان كانوا كاتبين يمكن البلاك او البطاقة اللي مكتوبة رغد جابر كانوا كاتبين ديك رغد جابر اغلطانين انا قدمت على البرنامج رغد ليث رغد ليث بس اللي كاتبين فوجئت انه بعد ما انتهى البرنامج ارب ايدل بدت انهالت المواقع الالكترونية الفيسبوك والمواقع الجوجل ومواقع بعض القنوات الموجودة في بغداد اللي هي يعني قناة السومرية اللي ظهرت بيها اليوتيوب انه رغد اذا ما شركت رح تنتحر بعدها مواقع فيسبوك قناة الشرقية فيسفني القنوات العراقية وقفت وقفة ضد رغد المشتركة بأرب ايدل اذا الصورة اللي ظهرت فيها رغد بهيدا الشكل يعني لما بيعرف رغد على حقيقتها قلتلك يعني اول شي شو قلتلكوا لما شفتك انصدمت انه رغد هي الموزونة المثقفة يعني انا جاي باعتقادي رح شوف صبية يعني كما شاهدتها على الشاشة يعني صبية كنت تعبانة ومريضة كانت بيها افلاوانزة حادة وهذا بتغيير الجو المناحل طيب هل بالفعل تلقيته تهديدات شخصية غير على الفيسبوك او على مواقع التواصل اجتماعي بالقتل يعني هل مثل ما قيل صدر فتاوة لا بس في احد من اهلي الصباح التصالبية قاله وحنا وصلنا على مواقع يعني انه رغد مهدديها انه يضربوها بالطابوغة لان هي ايمو هي اول شي ببضل بلوكة بس مجرد يعني قصة شعري هيك لانه ما بحب الشعر الطويل ما حب شعري يكون طويل احب قصير بهذا المنطلق احنا حت هي تغير هذا لان هي انتي هيدا لكم انتيب لبنان لا 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 بغداد في صديقي يعني بيشتغل في صالان كريم مراد هو بي اقول انه عملي ستايل شي حلو غريب يعني ما حب يعني يكون شعري طويل ومتشابه مثل البنات شو اللي خليك تقدمي على برنامج وانتي بتعرف انه امكاناتك الصوتية يمكن ما بتساعدك انك تقدمي على هيك برنامج شو اللي خليك تجي تقدمي على هيك برنامج اصلا ما عندي صوت انا مجايبة غني طرب وهيك بس مزاج احبه